بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله اكتئاب الحمل كيف علجه القرآن وما هي مخاطره الحقيقة ينبغي أن نحذر من هذا النوع من أنواع الاكتئاب أيها الأحبة الدراسة التي أود أن أعرضها عليكم دراسة بريطانية نشرت في مجلة تطور الطفل تقول إن إصابة الأمهات باكتئاب الحمل أثناء فترة الحمل قد يضاعف من احتمال أن يصبح المولود عدوانيا يعني أيتها الأم الحامل إذا شعرت بالحزن الشديد هذا الحزن الشديد يمكن أن يؤثر على تطور الطفل في بطنك ويمكن أن يصبح فيما بعد عدوانيا في سن المراهقة خصوصا طبعا هناك دراسات كثيرة وكثيرة جدا تحذر من خطورة اكتئاب الأم الحامل هذا البحث أيها الأحبة نفذه علماء من جامعات كارديف وبريستول وكينغ كوليج لندن هو أول بحث من نوعه يبرز مدى تأثر الطفل باكتئاب وحزن الأم لذلك هذا شيء خطير يعني الحقيقة العلماء يقولون أن العديد من النساء يصابون باكتئاب ما قبل الولادة أو اكتئاب فترة الحمل وهناك اكتئاب بعد الوضع أيضا بعد الوضع مباشرة يحدث اكتئاب الدراسات تقول أن نسبة من 10 إلى 15% من النساء هن عرضة لهذا النوع من الاكتئاب وتقول الدراسة أيضا المنشورة في مجلة تطور الطفل إن أطفال الأمهات اللواتي أصبنا باكتئاب أثناء فترة الحمل يعني يتضاعف بينهم احتمال أن يصبح هذا الطفل عدوانيا في سن المراهقة أربع مرات تصوروا يعني شيء خطير أيها الأحبة وبالتالي فإنهم يحذرون من مخاطر هذا الأمر وأن على الأم أن تكون سعيدة طبعا أيها الأحبة الدراسة وجدت أيضا أن الأمهات اللواتي مررن بفترة مراهقة متوترة وغير مستقرة وهنا أكثر عرضة أيضا للاكتئاب في أثناء فترة الحمل البروفيسور ديل هاي من جامعة كارديف يقول هو قائد الدراسة أو هو رئيس فريق العمل يقول الكثير من الاهتمام انصب على تأثير اكتئاب ما بعد الإنجاب على الموليد الصغار لكن هذه المرة الأولى التي ندرس فيها اكتئاب الحمل يعني ما قبل الإنجاب لأن له تأثير مدمر وتأثير خطير على تطور هذا الجنين وبعض الوصلات الدماغية التي يمكن في المستقبل أن تؤدي إلى أن يكون هذا الطفل عدوانيا طبعا أيها الأحبة كثير من الأمهات يهملنا هذا الموضوع لنأتي الآن إلى القرآن العظيم شخصية النبي عليه الصلاة والسلام شخصية فرحة لا تعرف الحزن هل عندنا حديث يقول بأن النبي اكتئب مثلا أو أن النبي كان حزينا لدرجة كبيرة جدا هو يحزن فقط أو يضيق صدره على سبب واحد أو بسبب واحد هو أن هؤلاء لا يؤمنون هو يريد لهم الخير ويريد أن ينقذهم من النار ولكنهم يصرون على عنادهم وعلى يعني إلحادهم وهو يحمل همهم عليه الصلاة والسلام لذلك يعني هذا النبي الله قال في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعمال النبي كلها كانت إيجابية نظرة النبي كانت إيجابية ما هو الدليل على ذلك الحديث الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن كان يكره التشاؤم لا يتشاؤم عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن ماذا يعني كان خلقه القرآن؟ القرآن كله يأمر بالفرح والسرور وأعمال البر والحياة الاجتماعية الحسنة يأمر بالخير ليس فيه حزن القرآن لا يأمر بالحزن بل ينهى عن الحزن أيها الأحبة طبعا أيها الأحبة نتذكر قصة مريم عليها السلام عندما حملت بعيسى عليه السلام ماذا قال الله تبارك وتعالى لها عندما أوشكت أن تكون حزنة ماذا قال الله؟ طبعا القرآن أيها الأحبة ليس فيه جملة ليس لها معنى ليس فيه كلمة ليس لها تطبيق في واقعنا الحالي كل آيات القرآن تهمك أيها المؤمن أياتها المؤمنة تهمك في حياتك اليومية هذه عظمة هذا الكتاب الكريم القرآن أوصى بعدم الحزن كثيرا في مواضع كثيرة عندما يعني السيدة مريم حملت أوشكت على نوع من الاكتئاب أو الحزن نهاها الله عن ذلك ماذا قال لها؟ فناداها من تحتها ألا تحزن هذا النذاء لكل أم حامل عندما تحمل الأم أو تكون في مرحلة الحمل أو ما بعد الولادة ينبغي أن تتذكر هذه الآية وتقرأها كل يوم لتثبتها هنا وتعمل بها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا الله عز وجل ينهى المرأة الحامل عن الحزن لماذا؟ لأن هذا الحزن مدمر للجنين والله يريد الخير له فيعطيها أمرا إلهيا أن لا تحزن لذلك ماذا قال لها؟ ليس فقط ولا تحزن لا بل أمرها أن تفرح هل تعلمون هذه المعلومة؟ كل أطباء الدنيا يعجزون عن جعل امرأة مكتئبة تفرح لماذا؟ لأن علومهم اليوم قائمة على الإلحاد للأسف ولكن الأمر الإلهي قائم على مرضات الله يعني أنا عندما أحزن هذا الأمر يعني يخالف أمر الله لي ماذا قال لها القرآن؟ فكلي واشربي وقري عينا يعني افرحي بهذا المعنى وقري عينا إذن القرآن نهاها عن الحزن وأمرها بالفرح وبالتالي أيها الأحبة هذا أمر لكل امرأة لكل امرأة أيها الأحبة تعاني من اكتئاب ما قبل الولادة أو ما بعد الولادة أن تتذكر هذه الآية الشيء ثاني أيها الأحبة هناك دعاء أيضا لكل إنسان مهموم النبي عليه الصلاة والسلام يعني عندما وجد أحد الصحابة في غير وقت الصلاة وشكله هذا الصحابي كثرة الديون والهموم وغير ذلك ماذا قال له؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن يعني انظر أيها الأحبة كما تستعيذ بالله من شر الشيطان تستعيذ من شر الحزن الحزن له شر له مخاطر اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن البخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال إذن الإسلام يريدك أن تكون سعيدا يريد لك ألا تحزن أليس بالله عليكم أليس هذا الدين يستحق أن نتبعه لمصلحتنا الشخصية أولا يعني أنا إذا أردت مصلحتي أنا الشخصية أليس الأفضل لأن أتبع دينا فيه إله رحيم يخبرني أنه معي وهو معكم أينما كنتم يخبرني أنه سيرحمني إن الله كان بكم رحيم يخبرني أنه سيرزقني الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يخبرني أنه سييسر لي كل أمر ويجعل لي مخرجا من أي مشكلة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم حيث لا يحتسب هذا الدين أليس دينا رائعا بالله عليكم يستحق أن نتبعه لننعم بحياة هادئة مطمئنة كما قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ماذا؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الألم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة